تمكن الملاكمة الجزائري محمد فليسي 52 كيلوغرام من تغلب على الفرنسير ذوان أسلوم النزال الترتيبي الذي جمع الملاكمين لحساب اليوم الثاني للدورة الأولى لاتحاد الدولي للملاكمة آيباب برو بوكسينغ أنهى الجزائري لصالحه بثلاث نقاط لصفر وهذا وسيكون الملاكمة الجزائرية الآخر عبد الحفيظ من شبلة 81 كيلوغرام على موعد مع العودة إلى المنافسة بعد غياب اندمى القرابة سنة حيث سيواجه الأوزباكي أويباك مامالوف في 30 من الشهر الجاري كما سيكون عبد القادر الشادي المصنف الأول لفئة 64 كيلوغرام في مواجهة الألماني أرتيم هاريتونيا في 30 جوليا هو الآخر أين سيسمح الفوز الجزائري باقتطاع ورقة التأهل إلى أولمبياد ريو 2016